حيبطل في حاجة لجنيه عسكري لحركة حماس وحتتتحول الحركة لمجرد حزب سياسي مدني بعد الإعلان عن كيام دولة فلسطينية وفق حل الدولتين هيك صرح وزير الخارجية تركيا هاكان فيدان بالنيابة عن حركة حماس خلال زيارة إيادة الحركة لتركيا وفلسطين دولتين كرول مساني متاكب همساً آيرجاً سلح لكندين قول مساني غير قالميجاني لمعاله فيدان قاله اسماعيل هنية اللي أعلن المرة الأولى موفقة الحركة على دخول قوة عسكرية عربية أو إسلامية لقطاع غزة هناك خيارات وهناك بدائل تطرح من وجود مثلاً قوة عربية وتسمى هناك بعض الدول نحن قلنا بكل وضوح نحن نرحب بأي قوة عربية أو إسلامية إذا مهمتها إسناد شعبنا الفلسطيني ومساعدته على التحرر من الاحتلال الإسرائيلي بطابق كلام هنية تقريباً مع رؤية إردوغان لمستقبل قطاع غزة بعد الحرب هيك الأمن جديد كبديل عن حكم حماس بيوجود قوات عربية وإسلامية بتحرص حدود إسرائيل وبتشرف على الإدارة المحلية لتكون ضامن للاتفاق والمطلوب طبعاً لتكون تركيا جزء من هالكوة الضامنة هالحلم عبر عنه إردوغان بعد أقل من شهر ونص عبيدات الحرب خلال 200 يوم من العدوان حافظ إردوغان على مسافة من حماس ومساعد بوجه إسرائيل لا يضمن دور تركيا بمرحلة ما بعد الإبادة دور أمنة بيضمن الاستقرار على حدود الكطاع وبيعطي إردوغان ورقة جديدة ليفاوض الإسرائيليين بكل ملفات الطاقة لعلقة بيناتهم ترجمة نانسي قنقر